قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم معناوين اخبار اليوم الفيفا تخرج بتصريح كبير على سوفيان امرابط قبل مباراة بلجيكا لا يصدق هازارد يستفي الزور جراغي بتصريح غريب زياش امام ريهانين مع المغرب في مونديا القطر والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زيال الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار الفيفا تخرج بتصريح تاريخي على سوفيان امرابط قبل مباراة بلجيكا وصفت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدمة الدولية المغربية سوفيان امرابط انه من بين جنود الخفاء في الملعب بعد تقلقه في مباراة كرواتيا برسم الجولة الاولى من المجموعة السادسة من نهائية كأس العالم ونشرت صفحة الفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تدوينة تحمل عبارة جنود الخفاء على ارضية الميدان مرفوقة بصورة امرابط وقدم متوسط ميدان في رونتينا مستوى جيد امام كرواتيا حيث قطع مجموعة من الكرات ولعب نيدا للند مع نجوم الفريق الخصم كالوكا مودريتش وبروزوفيتش وكوفاستش يشار الان المنتخب المغربي يواجه يوم غدين الاحد منتخب بلجيكا في تاني مباراة له في كأس العالم انطلق من الساعة الثانية زوالا بالتوقيت المغربي على ارضية ملعب التمام لا يصدق هازارد يستفي الزر جراغي بتصريح غريب اطار قائد منتخب بلجيكا ايدن هازار الكثير من الجدل بعد تصريحه المتير في الندوة الصحفية التي عقدها قبل مواجهة المنتخب المغربي لحساب الجولة الثانية من دور مجموعة كأس العالم قطر 2022 واشهد ايدن هازارد بامكانية لعب المنتخب المغربي مشيرا الى اهمية مباراة الاحد امام اصد الاطلس وقال هازارد في الندوة الصحفية الخاصة بالمقابلة شاهدنا المباراة الاولى للمغرب ضد كرواتيا كانوا جيدين وقريبين من الفوز انه فريق جيد ولديهم لاعب بامكانهم احداث الفريق في اي لحظة ولكنه في اخر الندوة الصحفية تمنى للمنتخب المغربي حضا موفقا امام المنتخب الكناضي وكما هو معلوم كندا ستواجه كرواتيا وبلجيكا هي من ستواجه المغرب حيث اراد هازارد ارسال رسالة للجمهور المغربية بان بلجيكا ستحسم المباراة امام المنتخب المغربي وان على الاسود التفكير في المباراة المقبل امام كندا يشار الى ان مباراة المغرب ضد بلجيكا لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة من مونديا القطار ستجرى يوم الاحد على الساعة الثانية زوالا على ارضية ملعب التمام زياش امام رهانين مع المغرب في مونديا القطار حرام لاعب بموهبة زياش وقدمه الوسرى لا يتواجد في كأس العالم بهذه الكلمة تعلق وليد ريجراجي مدرب منتخب المغرب على عودة نجمي تشيلسي حكيم زياش الى الصفوف اصود الاطلس بعد استبعاده من سلفها البوسني وحيد خلل زيتش كلم ريجراجي حول القدم اليسرى لزياش اكد وصف زميله في النادي اللندوني الدولة السويسر دينيز زكريا والذي وصف قدم زياش بالجنون وقال لم ارقد قدما يسرى مثل قدم زياش انه الجنون بعينها وكان زياش من العناصر غير المرحبها من قبل خلل زيتش لخلافات معها فاعلن اعتزاله دوليا بسبب ذلك بل كان احد الاسباب التي ادت الى اقالة المدرب البوسني من منصبها ودفع خلل زيتش تمنى تعنته باستبعادها رغم مطالبة الجماهير المغربية بضرورة الاستعانة بخبرته وموهبتها وخدماته في ذل غياب الابداع في وسط الاسود خصوصا عقب الخسارة المدلة امام الولايات المتحدة الامريكية في يونيو الماضية واتهم خلل زيتش اللاعب بانه لا يمكن الوتوق به ويتير المشاكل في صفوف الفريق حيث دخل في حرب تصريحات مضادة لرئيس الاتحاد المغربي فوز القجعة الذي حرس على الاجتماع بها والتأكيد على وضع الخلافة جانبا من اجل مصلحة المنتخب ولم تكن المرة الاولى التي يعاني فيها زياش من خلاف مع مدرب للمنتخب المغربي فقد عاش الامر ذاته مع المدرب الفرنسي هيرفيرينار عام 2016 وكانت النتيجة استبعاد زياش من النهائيات القارية مطلع 2017 في القابون لكنه عاد في اواخر ذات السنة بعد جلسة صلح بتدخل من رئيس الاتحاد المغربي القجعة ومطالبة الجماهير المغربية الملحة فابل البلاء الحسن في مونديال روسيا حيث كان المنتخب قاب قوسيني او ادنى من العبور الى دور الستة عشر وقال رقراغي خلال مؤتمر صحفي مطلع شتنبير لاعلان تشكيلتي الاولى منذ تعينها ان التواصل مع الزياش كان سهلا اضاف انا مرتاح لالننا فعلنا كل ما في وسعنا لكي يعود وهو وافق على العودة لا يمكن ان نخوض نهائية كأس العالم في غياب لاعب بقيمتي وجودة زياش وتابع الرقراغي زياش سيعطينا الاضافة ويسيأتي لي وقاتل زياش يحب بلاده اظهر ذلك منذ البداية بتفضيله الدفن عن الوان المنتخب المغربية على غيرر اشرف حكيمي ونصير مزراوي خلاف للاعبين اخرين وبنسبة لي فاللاعب الذي اختار بلادها ساساعده ولكن بالجودة واردف رغم انه لا يلعب بانتظام في تشيلسي وهذه حالة العديد من اللاعبين الدوليين في صفوف النادي اللندونية والذين لا يلعبون بانتظام ايضا لكن لاعبا مثل حكيم يجب وضعه في افضل الظروف ليقدم لنا الافضل وهو ساعد بذلك خصوصا انه غاب لأكثر من عام ونصف عن المنتخب ويعيد التاريخ نفسه بالنسبة لزياش بعودته لتشكيلة منتخب بلادها لكنه هذه المرة يجد نفسه امام ريهاينين الاولى رد الدين لشعب باكمله طالب بالحاح بانضمامه الى تشكيلة اصود الاطلس والتاني اعادة اكتشاف نفسها واستعادة ايامه الخوالي مع اياكس بعدما خفت بريقه مع تشيلسي من ضمامه اليه في صيف الفين وعشرين ولا يشكك احد في موهبة زياش واسلوبه المتميز في السيطرة على الكرة ولمساته الفني العالي داخل المنطقة وقدرته على ايجاد التغارات من الكرات التابتة وكذلك في حبه لبلاده ومنتخبها وهو الذي لبى نداء الوطن باختياره الدفاع عن اللون الاحمر المغربي بدلا من البرتقال الهولندي الذي حمله مع فئته العمرية حتى تحت الواحد والعشرين عاما فكانت مباراة الدولية الاولى في التاسع والعشرين من اكتوبر 2015 ضد الكوديف وارويديان وقتها واجه زياش الذي خاض حتى الان اربع واربعون مباراة دولية واجه انتقادات لادعة ابرزها من الاسطورة ماركو فان باستن الذي اشهد به وقال لاعب كبير لكن كيف يمكن له ان يكون غبيا الى حد اختيار منتخب المغرب بدلا من هولندا التي تلقن اسس كرات القدم بها متدرجا في الفئات العمرية لنادي هرنيفن واللعب لموسمين مع تفينتي قبل ان ينتهي به المطاف صيف عام 2016 مع اياكس مستردام لكن النجم الذي ابدع مع اياكس وبلغ قمة مستوه معه بقيادته الى نهاي يوروباليغ عام 2017 ونصف نهائي مسابقة دور عبطال اوروبا موسم 2018-2019 باقصائه ريال مادريد من ثموني نهائية ويوفينتوس من ربع نهائية بات حبيس دكة البودلاء منذ انتقاله الى صفوف النادي اللندونية وتحديدا منذ رحيل المدرب فرانك لامبارد الذي ابلغ الادارة بضرورة التعاقد معها وعنى زياش الامارين مع المدرب الالماني طمس سخيل الذي اكتفى بوضعه على دكة البودلاء ومنحي فرصة المشاركة في مباريات معدودة وهو الامر الذي جعل اللاعب يفكر في اكتر من المناسبة بالرحيل اشتركوا في القناة